أعم أخي اسمي باول أعيش هنا وأعمل مديرا لدي ثلاثة أجزاء أود أن أسألك عنها قد ظلت في ذهني طوال الثلاث ساعات السؤال الأول هناك نوعين من الموت هناك موت روحي وموت جسدي وسأل الأخ عن أنه إذا تركت الإسلام يجب أن تموت لذلك وفي الكتاب المقدس يقول الإله أنه إذا كنت لا تعرفني فأنا لا أعرفك وأظن أن تلك الكلمات البسيطة عبرت عن الموت الروحي للشخص الذي اختار أن يتجاهل وجود الإله وبوقوفه أمام الإله يوم الحساب الإله سيقول له ببساطة أنت لم تعرفني فأنا لا أعرفك هذا موت روحي أنا أقول ذلك فقط كتعليق كنا نتمشى أنا وزوجتي في شوارع دبي وأعطينا كرصا مدمجا وكتابا عن الإسلام أنا انتقلت من سنغافورة أنا بريطاني لكني عشت في سنغافورة لمدة 23 سنة واحتككت مع العديد من المسلمين والهندوس والبوذيين وأنا مصرور لأقول أني تعلمت عن التعامل مع البشر ببعدي عن بريطانيا أكثر مما كنت سأتعلمه لو ضللت في بريطانيا ما تفعله اليوم رائع أتمنى لو أني كنت حضرت مثل ذلك منذ زمن من الأشياء الغائبة في الإسلام هو أنه لا أحد يتكلم عن الشيطان ولا أحد يتكلم عن المعصية وأنا كنت مندهشا لأن في المسيحية دائما هناك صراع بين الخير والشر في العهد القديم وأول شيء تعلمته أن هناك العديد من التشابهات مع الإسلام الناس تذبح البقر والخرافة وغيرها مما يعلمه الإله للتكفير عن ذنوبهم وكلما ارتكبت ذنوب أكثر كلما قتلت حيوانات أكثر وفي ساحة المعبد الكبير كانت هناك مناطق واسعة لحرق هذه الحيوانات فيها ماذا لو توقف ذلك لو أن الإسلام يعتمد على أشياء كثيرة من العهد القديم والذي أعرفه من العهد القديم أن إبراهيم كان له زوجة تدعى صارة كيف عرفت ذلك؟ عرفتها لأنه تم تسجيل ذلك هل توافق إذن على أنه في العهد الجديد من سجل ودون هذه الأشياء هل يقولون الحقيقة؟ أنا أسألك سؤالا وأتمنى أن تجاوبه في دقيقة هل يقولون الحقيقة أم أن هذا مختلق؟ لذلك لماذا نحن الآن لا نذبح الحيوانات للتكفير عن خطايانا لأن هناك عفوا آخر؟ آخر نقطة أود أن أشير لها كنت مندهشا كليا وتعلمت ذلك في صنغافورة عندما علمت أن هناك مؤرخين في الوقت الذي شهد فيه المسيح مصلوبا والذين لم يكنوا مسيحيين ليس هناك مصدر يوضح ماذا كان دينهم لكنهم سجلوا أن هذا الرجل المسيح كان حيا نعم نحن نعرف أنه عاش أنتم في معرفتكم كمسلمين تعتقدون أنه قد عاش لكنه قد شهد أنه صلب وقد كتب في الكتاب المقدس بواسطة نفس من أسألك عنهم إن كنت تصدق أن مرقص ومتى ولوقا ويحنى كانوا موجودين هل كانوا يختلقون القصص؟ لأنه لو أن كل الأشياء الأخرى التي رصدوها قال المسيح كذا قال المسيح ذلك بالخط الأحمر في الكتاب المقدس ما الحد الفاصل بين ما حدث وما لم يحدث؟ أعتذر عن سؤال طويل شكرا سأجيب عن السؤال الأق سأل سؤال نعم قال أنه في محادثتي ذكرت على سبيل المثال أن إبراهيم كان له زوجة تدعى سارة عليها السلام كيف عرفت ذلك من الكتاب المقدس؟ هو يسألني أن هناك أشياء كثيرة في الإسلام تتشابه مع العهد القديم لكن في العهد الجديد كيف أختار النصوص؟ لماذا لا أصدق بمن كتب ذلك؟ أخي أي شيء سواء كان في العهد القديم أو الجديد سواء كان جزءا من الكتب الهندوسية أو أي ديانة أخرى أنا كمسلم وهذا ما يخصني سوف آتي للباقي بعد قليل فيما يخصني أنا كمسلم هذا القرآن هو الفرقان هو الفرقان الذي يفرق بين الصواب والخطأ ورسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي أنه ليس هناك مشكلة إذا اقتبستم من كتب أهل الكتاب والآن عند التعامل مع كتب اليهود والنصرى هناك ثلاث قواعد يجب اتباعها القاعدة الأولى ما اتفق مع القرآن ليس عندنا مشكلة أن نقبل ذلك الجزء على أنه من عند الإله هذه هي القاعدة الأولى القاعدة الثانية إذا كانت مخالفة للقرآن فهي مرفوضة لا يمكن أن تكون كلام الله بغض النظر عن من كتبها متى مرقص يوحنى أي كان القاعدة الأولى ما يوافق القرآن فهو من عند الله لأن القرآن مثبت أنه كلام الله علميا وبكل الطرق وبالمنطق إذا وجدت أن هذا كلام الإله فقارن أي شيء آخر به هذا أداتنا للقياس هل تعلم شريط القياس طالما تأكد عندك أنه صحيح فتستخدمه كفرقان وكميزان فما هو موجود في العهد القديم العهد الجديد الكتب البوذية الكتب الهندوسية ما يوافق القرآن ليس عندنا اعتراض في قبوله أنه من عند الإله وما هو ضد القرآن والحديث الصحيح فنرفضه حيث أنه لا يمكن أن يكون صوابا أما ما لا يوافق القرآن وكذلك لا يخالفه فهو اختياري اختياري يعني أنه ربما يكون صحيحا وربما يكون خطأا وما ذكرته من الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد مما يوافق القرآن هو ما اقتبسته اليوم مئة في المئة وليس لدينا اعتراض أن نقبل هذا الجزء على أنه من عند الإله وهناك أشياء عديدة تخالف القرآن ويمكنني إلقاء محاضرة عن الاختلافات بين الإسلام والمسيحية هناك أشياء معينة هي اختيارية لا توافق ولا تخالف القرآن فتلك الأشياء التي لا توافق ولا تخالف فهي اختيارية لنا لذا كل ما كتب ويخالف القرآن لا أستطيع أن أقبله أنه من عند الإله وبالتالي كل ما ذكر في العهد الجديد ويخالف تعاليم القرآن فأنا أرفضه بكل شدة ما يوافق أقول أنه قد يكون من عند الإله ما لا يوافق وكذلك لا يخالف فهو اختياري وبالمقارنة بغير المسلمين فإننا نستخدم المنطق لو وضعت القرآن جانباً اليوم هناك العديد من وسائل العلم والتكنولوجيا اليوم هو في عصر العلم والتكنولوجيا وإذا استخدمت مقاييس العلم والتكنولوجيا مع الكتاب المقدس لوجدت مئات الأخطاء هناك أخطاء عن خلق الكون والكتاب المقدس يقول كما ذكرت سابقاً في سفر التكوين الإصحاح واحد العدد من 16 إلى 19 فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والقمر لا يضيء بذاته فهذا تناقض هذا خطأ علمي وهناك الكثير من الأخطاء المشابهة الكثير فقط في سفر التكوين في الإصحاح الأول يمكنك أن تجد الكثير من الأخطاء هناك تناقضات رياضية هناك أخطاء علمية هناك فحش لا تستخدم القرآن لأن حتى الإنسان الطبيعي الذي يفتح عقله ويقرأ سيرفض بالتأكيد أن يقبل هذا الجزء أن يكون من عند الإله قطعاً لو أن هناك أخطاء علمية لو أن هناك تناقضات لو أن هناك إباحية أي إنسان بعقل متفتح لم يتقبل أن هذا من عند الإله وما تبقى فهو اختياري وهذا ما نستخدمه أخي كخطوات للتحليل لذا قطالب في مقارنة الأديان يمكنك عندما يمسك بأي كتاب مقدس فإنه يستخدم تلك الخطوات ويحاول أن يقرأ الكتاب ويحلل صلاحية وصدق الكتاب أخي فإذا استخدمت هذا أيضاً مع الكتاب المقدس فستجد الكثير من الأخطاء الكثير من التناقضات حتى لو لم نقرأ الكرآن الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يتقبل هذا أنه من عند الإله لكن لأن الكرآن يقول أن هناك كتاباً أنزل على المسيح عليه السلام لذلك نقول أن ما يتفق مع الكرآن ليس عندنا اعتراض على قبوله أنه من عند الإله أتمنى أني قد أجبت على سؤالك أخي هذا يجيب عن جزء من السؤال سيدي النقطة التي حاولت أن أصل إليها كانت عن الخطيئة والشيطان هي النقطة التي أريدها هي عن أن المحاضرة التي أعطيت لم يكن هناك بالكاد أي معلومات عن الخطيئة والعفو عن الخطايا والتأنيب الذي نشعر به كلنا إذ لم يغفر لنا كان هذا جزءاً من السؤال لو كان هناك سؤال واحد في كل مرة لكان أفضل عفواً وأنا أعطيت حديثاً قصيراً وحاولت أن أغطي الكلام قدر الاستطاعة اعتذر عن سؤالي الطويل لا مشكلة لا مشكلة أخي الأخي سأل سؤالاً أن المحاضرة التي أعطيت له هو تلك المحاضرة لم تمح كلاماً أنا لا أعلم ما المحاضرة التي أعطيت لك لكنك لو قرأت القرآن القرآن يتحدث أيضاً عن الخطيئة يتحدث عن الجحيم يتحدث عن العقاب المحاضرة التي أعطيت لك ربما كانت عن موضوع معين مثل حديثنا اليوم لم تحدث مطلقاً عن الخطايا لأن الموضوع كان عن التشابه بين الإسلام والمسيحية لكني تكلمت في محاضرات أخرى عن الخطيئة فالمحاضرة التي أعطيت لك أخي ربما كانت عن موضوع متخصص معين ربما لم تتكلم عن الخطيئة لكن هل هذا يعني أن الإسلام لم يتحدث عن الخطيئة؟ هذا خطأ القرآن يتكلم كما الكتاب المقدس عن الخطيئة لكن الفرق بين القرآن والكتاب المقدس أن ما نتكلم به الكنيسة عن الخطيئة الأصلية؟ القرآن لا يقول ذلك وأنا أعطيت الإجابة سابقاً ولا أنوي تكرارها أنه لا يوجد موضع يتكلم فيه الكتاب المقدس عن الخطيئة الأصلية وإنما هي تعاليم الكنيسة القرآن لا يتحدث عن الخطيئة الأصلية ومثل الكتاب المقدس الذي يقول في سفر حزقيال الإصحاح ثمانية عشر النفس التي تخطئ هي الموت الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الإبن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون القرآن يقول بالمثل ولا تزر وازرة وزر أخرى عندما تخطي تتحمل المسئولية ولا يتحمل أي أحد آخر ذنبك إذن القرآن تكلم عن الجزاء والعقاب والخطيئة وأشياء عديدة في حديثي بالرغم أني لم أتكلم عن الخطيئة لكني بصورة غير مباشرة تحدثت عن الخطايا إذا شربت الكحون فهي خطيئة ترجمة نانسي قنقر